انا تقزيت من شياطين الانس ومش عارف انتقب منهم اعمل ايه فوض امرك لله بس سهلا ربنا سبحانه وتعالى عامل يوم ايه اما يبني علشان ايه علشان يرد لك حقك متخافش ابشر الخير وبعدين ربنا سبحانه وتعالى الخلق دول ما هم الا اداة في يد القدر والقدر ده فعله الله مش كده يبقى اللي ازاك منهم ازاك بازن الله ما ازاكش بنفسه لانه ولا يملك seguro در ولا نفع ده ربنا تجلى عليه باسمه الضر اللي يضرك كما انه الذي نفعك من الناس تجلى الله عليه باسمه النافع فنفعك لكن الضر والنافع والله فلا تنشغل بالمظاهر عن الظاهر. اياك. تقول ضروني 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 يا عم الضر والنفع والله بطل بقى. ده لو لأن كتب الله عليك الضر ما ضروك. يبقى هو طبعا وبالتالي نظرتك دي تخليك ايه ما تزعلش من اللي ضرك. بل تقبل الضر لانه من الضر ربما ضرك لينفعك. يعني افرض ربنا صلت عليك بعد خلقه فسلبوك اموالك وعشت فقيرا. وانت اصلا راجل من اهل الاموالك كتيرة. ما يمكن يا اخ انك انت الغنى ليك يضرك. تهمت ازاي? والفقر ليك دوى. فربنا بعتلك ناس ينصبوا عليك وياخدوا مالك عشان يدلوك على دواك. لان انت الفقر ليك ايه? دوى. لان في زي ايه سعلبة. ومنهم من عهد الله لين اتانا من فضل يوسع عليك. لا لا استدقانا لو اكونانا من ايه? من الصالحين. يروح للنبي يقول له كده يا رسول الله يدعي لي ربنا يوسع عليك في الرزق. النبي عارف ان الجدع ده الفقر لي دوى. فالنبي يقول له ايه? يا سعلبة قليل تؤدي شكره وخيره من كثير ينسيك ويضغيك. ام عسعلبة الاح مارداش يختار نصيحة النبي. قال له لا يا رسول الله ادعو الله ليه وانا حتشوف. مش حلق يضغيني ولا ينسيني. قام النبي ايه? دعاه. ودعوت النبي مستجاب. فجاب كده ايه غنمتين واحدة ذكر واحدة انتاية. واخد بقى بقى يولدوا 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 ايه ده? بس لقوا ايه ولا الارانب يا عام. لما بقى ايه عنده وادي مليان غنم. وبعدين بقى يبيع من الغنم ويشتري جمال. بقى عنده وادي جمال ووادي غنم. ايه ده بقى غني قوي. كان قبل ما يغتني. كان بيصلي مع النبي صلوات الجماعة كلها. لما اغتنى بقى يصلي صلاة الجمعة بس. لانه مشغول في وسط الغنم. يعني ايام فقره كان مع النبي. ولما بقى غني بقى مع الغنم. ايهما احسن. ايهما احسن اختار. اختار يا اللي بتختار. فهمت? يبقى. اما كان فقير كان مع النبي. لما اغتنى بقى مع الغنم. يشمر يحتهم طول النهار وارفان وشي وحاي احمر وملاي. وما انت كنت معافى من اذا كله قاعد مع النبي. فالمهم. فبطل يصلي ايه الجمعة كمان. زاد بقى مشاغله. وعنده اجتماعات وعنده مش عارف ايه وانترنت كونفرنس وعنده حاجات. مشاكله. وبعدين وصفقات كتيرة. بقى مشغول بقى رجل كبير من رجال الاعمال الكوار في المدينة. المنورة بالنبي. صلى الله عليه وسلم. فاتبع. تساب نور النبي واقعد ورا ايه? ورا روس البهاين. يا خابة ربيد يا مصيبة. يا سعلبة يا مصيبة. ايه المهم? النبي يسأل عليه? يقول له له مشغول. بس بيصلي يا رسول الله. بيصلي. يسكت. ترك صلاة الجمعة كمان بقى يلتر العيدين بس. مع النبي. الغنى بقى. احنا فاضيين نقعد مع الفقراء ولا ايه? واخد بقى. هو بعد كده لما جاء وقت بقى ايه? الزكاة النبي بعت له الساعي بتاعه يعتزر 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 يعتزر. ويقول له انا عندي ارتباطات كتير ما في السيولة ما فيش مش عارف ايش. الدولار غيلي حنعمل ايه طيب. كده بقى. اعتزارات كلها. واخد بقى لك زي ما لاش معنى. فالرسول صلى وسلم ايه? عاقبه بعدم قبول زكاته. لان ربنا قال ايه? فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. بما اخلفوا الله مع عدوه. وبما كانوا يجذبون. يبقى انت في ناس الفقر ليها دور. والغنى ليها ضرر. فربما بعتلك ناس من شياطين الانس. افقروك. لكن ايه? لكن ربنا جعل الفقر يليك دوة. يبقى خدموك ولا ما خدموكش? يبقى ما تزعل منه. فهمت بقى ازاي? لان هما دلوك على دواك. هو الفقر صحيح مر. لكنه ما هو الدوة مر. بس بيقويل بدأ. يقويل ايه? العبادة. فهمت بقى يا سيدي? يبقى ما تزعلش من حد يا ابني. خل يسلم امرك لله. ربما درك لينفعك. وربما ايه? اغناك ليعاقبك. وربما افقرك ليقربك. الفقير مع الرازق. والغني مع الرزق. عايز تبقى مع الرازق ولا مع الرزق? خلاص? لو لو انت فقير زي حالتنا كنت جيت مسجد الاشراف وحضرت معنا? كنتش هتبقى فاضي اصلا. عندك اجتماعات ومكلمات وشغلانة. راجل من اهل الوجاهة بقى بتقود دنيا. فهمت ازاي? لكن انت فقرك دلك على مسجد الاشراف وحببك في النبي. ولا لأ? يبقى الفقر ليك دوة يا فقير ولا لأ? يبقى ربنا دي ما علينا الفقر اليه. والغنى عن الناس. تهم? كيف انتهي عن رمي غيري بالعين? الزارعين وهي ايه ما شاء الله يعني? بقوية يعني. نظرت الى غيري فتسائب. او ايه? احة. او يعني كحة. او حكة الجلد. وهدلك واقع مرارا. نعوزه بالله من شر حسن اذا حسن. ربنا ينجي. انت تدعو الله اذا كنت انت مجرب نفسك انك انت ما بتبص الحاجة كده بتحسن. الواحد ساعة تحسن نفسه. ويحسن حتى ولاده. علشان كده في المال الواحد يقول ايه بسم الله ما شاء الله ما يشوف حاجة حلوة في ولاده. الاول. يقول اعوزه بالله من شر الحسن اذا حسن. يقول كده. عيني بردة عليك. معارفين الكلام بتاع الناس البسطاء ده? ده كلام لطيف جدا. يعني ايه خايف لحسن ايه عينه تنزل لحد. تقوم ايه? سيدنا عمر بن الخطاب. كان بيتفقد الجند. قبل ما يبعتهم للشام يحربوا والمصر يحربوا. عشان ما يطلعش واحد عنده انامية وضعيف. يقوم يموت. سيدنا عمر كان عنده شفقة على الرعية. فكان يخلي الجند كلهم يلبسوا ازار. ويسيبوا نصوم الفؤاني عريان كده. عشان يشوف عضلات مفتولة قوي كده يقول له روح انت سافر. لا يا واحد تاني وعنده انامية وبالهرسيا وتعباني. قال له انا انت تغزى هنا. ما تروح. فاخد بالك ازاي? وهو بيمر لقى سيدنا جرير ابن عبدالله البجلي. فاخد بقى كان جميل قوي يقول لك كان يوسف هزي الامة. فسيدنا جرير واقف كده وقالع وشكله جميل قوي. فسيدنا عمر اول ما شافه كده اخدت نفسك قطي نفسك قطي نفسك قطي نفسك. اخاف عليه من الحسن. طب قال للحسن الاستحسن. قال له قطي نفسك بسرعة قطي نفسك. بتعملش كده تاني. بقى خايف عليه عايز يرقيه. فايه? فالحسن موجود. الحسن موجود يعني. فربنا ينجينا على اي حال. لكن على اي حال الحسن لا يحسن الا ازا قدر الله كان موافقا لحسن. فكل حاجة بتتم بايه? بقدر الله. وانت بقى النبي عوز امتها وعلى فكرة ان امتها محسودة. النبي اكتر محسود على وجه الارض. ربنا بيقول ام يحسدون الناس على ما اتوهم الله من فضله? يعني الناس انه هو النبي. اتوه من فضل النبوة. بقى اليهود يروحوا كده يأجروا ناس حسدة. تحسد النبي. والله يعيزين يقتلوا بالعين. فاهم ايه نزلت الاية دي? ام يحسدون الناس على ما اتاهمهم فاكتر واحد محسود على وجه الارض هو النبي صلى الله لسلام. عشان كده. كان له تعويزات كثيرة يعوز بها نفسه ويرقي نفسه ويقرى المعاوزات وامسح جسمه ويقولها صباح ومساء ثلاث مرات وعلمها لامته لو انها ايه? امته محسودة برده. اخد بالك ازاي? يقولك حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدوا المسلمين. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم. يبقى النبي محسود وامته محسودة. عشان كده النبي وظف لنا اذكار الصباح والمساء والمعاوزات وايت الكرسي والازان والحاجات دي كلها. يعني النبي تركنا ايه? في عياز منيع. فهمت بقى ازاي? يعني حافظ على امته صلى الله عليه وسلم. يبقى نحافظ على ايه? على المعاوزات والحاجات دي. واللي حاسس ان عينه وبالدر غيره عليه انه هو لا ينظر الى نعم غيره بقدر اليمين. يا غد طرفه. ويسأل ربه في صلاةه وفي سجده. يا رب اجعل عيني بردة على المسلمين. يا رب لا تجعل الدرر في عيني على المسلمين. ويعايد بني دايما ولا كده لحد ما ربنا يشيل السم من عينه.